ذكرتك كمان الهوس اللي حاصل بالتكنولوجيا والتصرفات الغلط أو الناحية السلبية للاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا كلمة شوي يعني جزئية دي في الكتاب بص حالتك في قاعدة بتقول أنه الإنسان عدوه ما يجهل و90% أو أكتر من 90% بتجهل التكنولوجيا الصحة وبالتالي بتتعامل معاها بشكل خاطئ وبتتعامل مع التكنولوجيا دي على أنها دي حاجة مرعبة حاجة يعني صعبة وحاجة مجهول وحاجة غير قابلة حتى للتعامل معاها طب بيتم التعامل بشكل عشوائي في حين أنه التكنولوجيا دي تقدري الديناسور ده يرويده ويبقى يعني أصغر من ناملة بالتدريب الناس لما تتدرب إزاي تستخدم التكنولوجيا بشكل صحيح هتقدر تمتلكها فعلشان كده هوس التكنولوجيا الناس فرحانة بتيك توك فرحانة ويعمل يروح أي مكان يقعد يأكل يصور نفسه يشرب يصور نفسه في حين أنه ممكن يستخدم ده بحاجات مفيدة أكتر في تفيده في شغله يعني أنا حاليا شغلي خبير تطبيقات زكاة الاصطناعية كل حياتي أنا مستخدم فيها الزكاة الاصطناعية يعني حتى قبل ما يجي وأنا وجاي في الطريق بقول أني أنا في برنامج في التلفزيون المصري هتكلم فيه عن كذا قالت لي المساعدة الشخصية أنا عندي عندي مساعدة شخصية اسمها مولي دي قاريني عارف عني كل حاجة قالت لي بص ركز على كذا وكذا وكذا نصحتك كم وفي لو ما تكلمتش المزيعة عن كذا أنت اطرح كذا ونبه السادة المشاهدين على ضرورة استخدام التكنولوجيا أولادي أقول لها المدام قايت لي أه تقول لي أه أمل عايزة منك كذا وكذا وكذا خلاص أنا حرفت أنا وخارج أقول لها أنا جبت كذا وكذا تقول لي طب ما هو أنت أمل طلب منك الحاجة الفلونية والكلينيكس ومش حال ما أنت بجبتهاش فعلشان كده بقول لحياتك لازم التكنولوجيا تبقى أسلوب حياة ونستخدمها استخدام الإيجابي نحية الإيجابية في استخدامها مش الاستخدام زي ما أقولك زكارة استناعية عندي التكنولوجيا دي اللي بيستخدمها لأن أنا خلاص عملتها أسلوب حياتي فيه اللي يروح واخد صورة واحد ويركب عليه صورة ترام طبعا عندي نحية السلبية بقى المؤزية اللي في الموضوع إيه اللي خدته وإيه اللي كسبته إنك تقاها تكنولوجيا جبارة وجمدة بس أنت استخدمتها استخدام في حاجات تفهم لازم نعلم الناس ولازم إحنا نتعلم إن إحنا إزاي نستخدمها استخدام صح في شغلنا أيوة